مدارس الوطن العربي لصف الثامن اليوم رح نحل مع بعض تمرين ومدسائل لدارس نظرية فيتاغورس السؤال الأول لدينا صفحة 86 أي مما يأتي تمثل أطوال أضلاع مثلث قائم الزاوية إذن مثلث قائم الزاوية فرع ألف معطيني أضلاع ثلاثة وخمسة وتسعة الفكرة بحل هذا السؤال أنه أخذ كل كل ضلع وأربعه وأشوف هاي المجموع رح يحقق الضلع الثالث أو لا ثلاثة تربيع تسعة الخمسة تربيع هي خمسة وعشرين تسعة زائد خمسة وعشرين أربعة وثلاثين الضلع الثالث هو تربيعه واحد وتمانين هل الأربعة وثلاثين تساوي واحد وتمانين لا تساوي فبالتالي المثلث ليس قائم الزاوية نذهب لفرع باء أيضاً معطيني خمسة سانتي اتناشر سانتي تلاثة عشر باخد أول ضلع خمسة تربيع خمسة وعشرين اتناش تربيع يساوي مية واربعة واربعين وعننا تلتاش تربيع نحن يطلع عنا مية وتسعة وستين الآن بدي أجمع خمسة وعشرين زائد مية واربعة واربعين بدي أتأكد هل يساوي بدي أتأكد هل يساوي مية وتسعة وستين أو لا تسعة ستة مية مدام تساوي إذن نعم مثلث قائم الزاوية ننتقل لفرع جيم عشرين سانتي أربعة وعشرين وخمسة وعشرين نفس الشي رح نربع العشرين تربيع الصفر بنزل مرتين تربيع اتنين أربعة الأربعة وعشرين تربيع رح يطلع جوابها خمسمية وستة وسبعين الخمسة وعشرين تربيع ستمية وخمسة وعشرين هلأ ما ضل علينا إلا إنه نتأكد من المجموع أربعمية زائد ستة سبعة خمسة ستة سبعة تسعة إذن لا يساوي تسعمية وستة وسبعين ما رح يساوي عنا هاد فبالتالي المثلاث ليس قائم الزاوية إذن فرع ألف بعيد لا فرع با نعم